ومن الأخبار اللي حصلت إنبارح للأخبار اللي حتحصل النهاردة النهاردة حينطلق المهرجان العالمي للقفز بالمظلات في مدينة شرم الشيخ وحتستمر فعلياته لغاية يوم 16 يناير الجاي مزيد من المؤتمرات ومزيد من الاحتفالات ومزيد من تسليط الضوء على شرم الشيخ يعني نقدر نقول إن الأيام الجاية كل العالم حيكون أنظار ومتجهة لشرم الشيخ خصوصا مع الفعاليات الكتير اللي موجودة صحيحة منه وده بيروك طبعا لشرم الشيخ سياحيا كمقصد مهم جدا مش بس للسياحة الشطائية لكن كمان لسياحة المؤتمرات وسياحة كمان لبعض الاحتفالات الخاصة اللي بتشهدها شرم الشيخ مدينة أصبحت مدينة عالمية بكل المقاييس من شرم الشيخ نروح مع حضراتكم لإسكندرية وحبين كده نقول لأهلنا في إسكندرية ياخدوا بالهم النهاردة أنه النهاردة في إسكندرية حيكون في قطع للمياه في أربع أماكن لأهلنا هناك خدوا بالكم في الورديان في الأباري في الدخيلة العجن الأربع مناطق دول هيحصل قطع للمياه لعملية إحلال وتجديد خط قطره ألف متر في محطة المنشية واحد حيكون في قطع للمياه في هذه المناطق والنهاردة حيستقنف فريق النازي الأهلي تدريباته عشان يستعد لمباراة الجونة يوم الخميس الجاي في ضربة البداية في كاس الرابطة